اول خطوة قليت البصل على النار اوكي اول اشي نزلنا البصل على النار رح انزل عليه الفطر لاني بدي الفطر شوي يتلون مش يتلون بمعنى يتلون ولكن انا حتى هدول بحطهم ما بتخلص منهم صراحة وفيهم كل النكهة فانا هلأ رح اقلب البصل مع الفطر بس خلي الحرارة شوي عالية احسن هيك لحد ما يتدبل معانا شوي الفطر اوكي عبين ما يصير معانا هيك ويتدبل معانا الفطر رح اعملكم الصلصة الصلصة عبارة عن هون حطيت معلبين من الاشطاء العلب الحديد رح اضيف عليهم بكات شوربة الفطر الباودر زي ما هو شايفينو هادا فطر بنشف اللي فيو ورح اضيف عليه مرقة الدجاج الباردة اللي سلقنا فيها يعني انا سلق الدجاج احتفظت بالدجاج ده الوصفة وهي المرأة رح ننزل المرأة بخلي شوي اذا اضطريت ازيد بعدين ملح وفلفل انتي رح تحصري على قوام شبيه بالبشامل بس بالتكثيف تبع الشوربة لانه هيك فيها طبعا طبعا طحين انتو تعرف هاي خلطات الشوربات اللي احنا مستخدمها هي فيها شوية الطحين وفيها نشا فبكونوا حاطين خلطات مية بالمية صحيح انا هلا رح اضيف شوي من الابهارات اشي بسيط ما بدي اضيف كتير بهارات مشكلة هادا حسب الرغبة استخدمت ال 5 بهارات هاي هي الصلصة 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 هاي رح اضيف كريمة ولا اي اشي تاني خلص بس رح اخليها على جنب شوي ونركز علي عم بيصير معنا على النار هلا عشان نساعد في تدبيل الفطر ونسرع في تدبيله منضيف له شوية ملح ما تكتروا ملح لانه طبعا الشورة بات فيها نسبة جيدة من الملح اتفقنا وراح اضيف فلفل اسود وراح اضيف الخمسة بهارات نفسهم كمية بسيطة انا ما بدي تغير لون الاكلة هاي الاكلة عالمية ولكن انا طبعا اعملتها بما يناسب زوء ستة البيت روان لانه مرات مثلا احنا الاكل العربي منحب شوي تبهارات بسيطة مش اشي يطغط على الطعم بس انا لانه فيها هالو عرفة فبحب اني اضيفها ممتاز رح انزل هلا انا السؤال هاد لانا ولانا رح انزل هلا التوم بازن حطينا بصل حطينا فطر حطينا توم شايف كيف بلش يتلون معي الفطر على فكرة الفطر من الخضار الكتير فيها مواد غزائية مهمة للجسم واحنا منفكرها ما فيها اشي وهذا الاشي عرفته جديد دمان بحس الفطر انت زيل السفنجة ما بتحسي فيه فوائد غذائية ولكن هو كتير فيه فوائد غذائية هاي الفطر بلش يتدبل معانا رح انزل عليهم حاليا القاتي بدي ادبل السبانخ شايفين بس كمشة من السبانخ طلعوا هلا كيف رح يضاء الحجمها على السريع رح انزل لبروكلي لبروكلي سبق وعملنا له ستيمينج فما بدي انزله فترة طويلة يا دوب والجاج زي ما حكينا يا جماعة مسلوق هلا هيك رح اكتفي بهذا القدر من لبروكلي عشان حسب الحجم اللي عندي شايفين رح انزل الدجاج المسلوق دائما الدجاج لما بسلقه وبحتفظ بالمرق تبعه بحط عليه بس شوية فلفل اسود نقطتين خل ومعلقتين من المرق لما بضبه بالتلاج عشان اتضلها ريحته حلوة معلقتين خل شوي من المرق السلق بالاضافة للفلفل الاسود رح بس اخلطهم صح هلا رح اضيف الفلفل الاسود كمان شوي لانه كتير طعم وزاكي وفي اضافة انتو حرين تضيفوها او لا زعتر من الشف او اوريجينو او تايم انا هون مضيف يعني اضافة تايم اللي هو الزعتر الرفيع جدا هذا بيعطي طعم كتير زاكي دجاج ديفان بسلسطة الاشطة والفطر بدنا بصلة وحبتين توم بدنا صدورة دجاج مسلوقة بدنا بروكلي وفطر وبكات شوربة الكريمة الفطر بالاضافة لا بدنا مرق دجاج معلبين اشطة مليح وفلفل زعتر وشوية اجبان حسب الرغبة وشطة موسيقى